السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ترون هذا المنظر؟ هذا منظر مرعب ترى بعض الأمهات تبقى مخضوضة جدا جدا وتأتي العيادة الحالة يا دكتور ابني أو بنتي لسه مولون من 3-4 أيام ولاحظت في شيء غريب أول لاحظت من سدر وارم ونضغط عليه أو منعصره ويجيب لبن ما هذا يا دكتور؟ هذا شيء طبيعي أو فسيولوجي اسمها حليب السحرة ما هذا حليب السحرة يا دكتور؟ نبدأ الموضوع من الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور حسنا حفنا وإستشارة طبق الأطفال وحديث الأولادة وإستشارة حميات والأمراض المعادية المنظر الذي رأيناه هذا شيء موجود في 5% من الأطفال أن يتولد الطفل أو البنت أو الولد سدر وارم وعندما الأهل يعثروا عليه أو يضغطوا عليه ينزل لبن هذا شيء نتيجة زيادة هرمون الاستروجين عند الطفل هرمون الاستروجين يكون عند الأم وهذا هرمون يتطلب الطفل عن طريق المشيمة أو البلاسينتا فهذا هرمون يتطلب بعض الأشياء طبيعية في الطفل مثل أن يقبر أو يورم سدر الطفل أو البنت ولو الأهل يضغطوا عليه ينزل سائل أبيض يشبه اللبن ولكنه ليس لبن نحن نقول للأمهات أن هذه هي طبيعية فسيولوجية وممنوع منع باطن تعصير السد لأن تعصير السد يمكن أن يعمل إلتهابات تحت الجلد وممكن لقدر الله يعمل خرا ومناسبة زيادة هرمون الاستروجين هذا يعمل عند البنات بالزاد أكثر من الولاد بعد الظواهر التي تقلق الأمهات ولكن هي طبيعية وفسيولوجية هذا الظواهر أن بعض البنات تنزل من المهبة إفرازات غزيرة هذه الإفرازات تشبه الإفرازات التي تنزلها الأم هذه هي مقلقة جدا بالنسبة للأمهات هذه هي طبيعية ونتيجة إفراز هرمون الاستروجين في جسم الطفل وبعض الأطفال ينزل عليها ضوء الدم تشبه البريود فالأم تلاقي بنت مولودة ونزل الدم يشبه الدم الشهرية هذا مقلقة جدا ونقول للأمهات هذه هي طبيعية نتيجة إفراز هرمون الاستروجين وإن شاء الله ستذهب مع الوقت أهم شيء نتعلم أن هذه الأمهات لبن السحرة وهذا شيء مقلقة جدا فإن البنت الصغيرة لو نزل عليها إفرازات أو دم يشبه البريود في أول أيام من الولادة فإن هذه هي طبيعية وفي بعض الأطفال سواء ولد أو بنت ينزل مع البول دم وهو ليس دم وهو وسائل لونه بورتقاني وهذا يكون نتيجة بعض الأملاحة الزيادة التي تخذها الطفل أو الطفلة من الأم يعمل قليلة التهابات وحمرار في البول وتجد أن الأم يشبه الدم وهذا أيضا شيء طبيعي وتذهب مع الوقت ولا يوجد منها أي قلق دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا